موسيقى موسيقى تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدين الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحافة نبدأها من صحيفة والستريت جورنل الأميركية التي نشرت تقريرا عن العلويين في سوريا أشارت فيه إلى أنهم تخلوا عن شيء من دعمهم المطلق لبشار الأسد وأنهم يمرون بمرحلة قلق غير مسبوقة وفي التقرير الذي كتبه مراسل الشرق الأوسط في الصحيفة سام داغر قال إن الدعم الشعبي الأكبر لنظام الأسد موجود في قرى وجبال وأودية الساحل مع قل الطائف العلوياء التي ينتسب لها الأسد والعديد من كبار رجال النظام وتابع التقرير أن العلويون يشكلون ما يقارب من عشر إلى خمسة عشر بالمئة من السوريين وأن معظمهم يخاف من انتقام السنة في حال سقوط النظام وأشار داغر في تقريره إلى أن التشكيك بسياسات الأسد في المناطق العلوية يعتبر نوعا من الخيانة في وقت يستمر فيه الثوار والفصائل المتطرفة مثل تنظيم الدولة وجبهة النصرة بإعدام الجنود العلويين ونشر مقاطع القتل بحسب قوله ونقل داغر عن منشقين ومسؤولين مقربين من إيران أن الجيش السوري تم تفريغه منذ بدء الصراع إذ إن الضباط العلويين وزيلوا من مناصبهم لاعطيادية وهمشوا إلى مكان آخر لوحدات مشكلة من موالين لميليشيات وأعضاء لأجهزة أمنية واستخباراتية يشرف عليها حزب الله في الغالب إلا أن عشرات الآلاف من العلويين انضموا للميليشيات المسلحة مثل قوى دفاع الوطني أو ميليشيات مرتبطة بأشخاص أغنياء من النظام بحسب داغر الذي أشار إلى أن الهدف الرئيسي من ذلك هو الأموال إذ إن رواتب الميليشيات تكون عادة ضعفة أو ثلاثة أضعاف رواتب ضباط في وقتنا قال أحد المحامين إن العلويون عاطفيون وفقراء ومن المثير للشفقة أن كل هؤلاء الشباب يموتون لأجل لا شيء نطالع في صحيفة الانتبنتنت تقريرا لباتريك كوبرن بحلوان من الذي يمتلك القوة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية وقال كوبرن إن هناك حروبا في سبعة دول إسلامية تقع بين حدود باكستان في الشرق ونيجيريا في الغرب وفي هذه الدول السبع وهي أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال وشمال شرق نيجيريا ثمت نماذج محلية من تنظيم الدولة الإسلامية إما مستأثرة بالحكم أو تحاول كسب بعض القوى على الأرض وأضاف أن السبب وراء الانتشار الواسع لهذا التنظيم في العراق وسوريا منذ العام 2011 يكمن في قدرته على القتال الشرس والمستمد من التعصب الديني والخبرة العسكرية وانتهاجه أقصى درجات العنف وأضح كاتب المقال أن قتل تنظيم الدولة الإسلامية للشيعة ليس دليل كراهية بل لأن أجندتهم شبيهة بجبهة النصرة وأشار إلى أن العنف الذي نشره التنظيم وإصراره على الانتشار جلب له العديد من الأعداء فإيران والولايات المتحدة يحاربون هذا التنظيم في العراق وسوريا ونقرأ في صحيفة الشرق الأوسط أيضا مقالة لفايس سارة بعنوان تقسيم سوريا بين الوقائع والأفق المسدود الكاتب رأى أن كثرة الحديث عن التقسيم في سوريا تستند إلى أمرين أساسيين أولهما جملة المشاريع التي طرحت لتقسيم سوريا في خلال القرن المضى والعامل الثاني طرح وطرح فكرة التقسيم بحسب الكاتب مستمد من الوقائع الراهنة القائمة في سوريا والتي تشير ويشير فيها الأبر الواقع إلى تشكل عدد من الكيانات أولها كيان يسيطر عليه الجيش الحر في جنوب الولاد في درعا والقنيطرة وينازع فيه النظام على السويدة والثاني كيان يضع عليه النظام الأسد يده يمتد من دمشق عبر الطريق الدولي ليشمل حمص وحمى إضافة إلى طرطوس واللاذقية والثالث كيان يمتد ما بين إدلب وحلب وتسيطر عليه تشكيلات معارضة إسلامية والرابع كيان يسيطر عليه تنظيم داعش ويمتد عبر الريف الشرقي لحلب وحمى وحمص إضافة إلى دير الزور وبعض الرقى والحسكة والكيان الخامس تسيطر عليه وحدات الحماية الشعبية الكردية المتحالفة مع قوة من الجيش الحر شاملا أجزاء من محافظتي الحسكة والرقى واعتبر الكاتب أن الحديث عن التقسيم تبشيري أكثر مما هو واقعي معللا ذلك بسببين أولهما أنه حديث في ظل أزمة متصاعدة وتوازنات سياسية عسكرية غير مستقرة وخاضعة لتغييرات سريعة وفي ظل احتمالات تغيير في مواقف القوى الخارجية في الموضوع السوري وفي ظل عدم وجود قرارات دولية حول مستقبل سوريا لا يمكن الجزم بخيار واضح ومحدد حول مستقبل سوريا الذي من المؤكد أنه لن يكون على نحو ما كان واقعا قبيل آذار 2011 نطالع في صحيفة العربي الجديد مقالا لمشأ الكيلو تحت عنوان خلاف مع واشنطن الكاتب تطرق إلى إعلان واشنطن بأنها لا تجد عددا كافيا من السوريين الراغبين في التدريب على أيدي خبرائها العسكريين واستغراب مسؤولين أمريكيين من موقف العدد الأكبر من السوريين الذين يرفضون التدريب الأمريكي ويفوتون على أنفسهم وعلى أسرهم ما يرتبط به من سلاح ومال على الرغم من حاجتهم الماسة إليهما وفاقتهم الشديدة ورغبتهم في قتال النظام الأسدي والتخلص منه بأي ثمن وأشار الكاتب إلى أن الأمريكيين الباحثون بدأب عن معتدلين سوريين لم يفهموا أن هؤلاء لن يذهبوا إليهم لمجرد أنهم جياع وعزل ورغبون في مقاترة النظام الأسدي وإسقاطه ولم يفهموا أن أهدافهم ليست أهداف هؤلاء السوريين وأن أولوياتهم ليست بين أولويات العازمين على إخراج الأسدي من السلطة الذين نزلوا إلى الشوارع عزلا ووصلوا تحمل الرصاص والقتل لأشهر ثم أعواما من دون أن يفقدوا الأمل في انتصار ثورتهم أو ينكسوا على أعقابهم ويعلنوا توبتهم وقبولهم العودة إلى بيت الطاعة الاستبدادي واعتبر الكاتب أن ما جرى هو درس للأمريكيين ولكل من يشكك في وجود ثوريين سوريين أصحاب قناعات ومبادئ تحكموا حياتهم وأضف متسائلا هل سيغير البيت الأبيض موقفه ويعيد القضية السورية إلى مكانها في صدارة الأولويات الأمريكية ودولية أم سيواصل نهجه الالتفافي عليها وتجاهلها فيخسر ثقة القلة السورية القليلة جدا التي ما زالت مخدوعة به موقع تركي بريس نشر مقالة لسامير صالحة بعنوان هل تتحرك القوات هذه المرة؟ حيث يشير الكاتب إلى أن خطط جرابلوس نقطة التحول في مسار ومستقبل الأزمة السورية والحديث عن اقتراب ساعة الصفر في انطلاق عملية جرابلوس التي حولتها تركيا إلى خط أحمر جديد لمنع الكيان الكردي في حدودها الجنوبية ما هو الخيار الممكن أمام أنقر بعد الآن للرد على الأكاذيب والافتراءات والحملات التي يطلقها بعض الأطراف في الداخل والخارج ضدنا كما تقول حكومة العدلة والتنمية ومنها الدعاء تقديم الدولة التركية الدعم لعناصر تنظيم الدولة داعش أو دعوة نائب في حزب الشعوب الديمقراطي مؤخرا لإدراج اسم تركيا على لائحة الدول التي تدعم الإرهاب التدخل العسكري التركي المباشر في سوريا وهو ما تتجنبه تركيا منذ سنوات لكنها تجد نفسها ملزمة هذه المرة عندما ترى أن دمشق والقامشلي وداعش وبعض العواصم الغربية تتوحد ضدها في سوريا مشكلة أنقر أيضا اليوم هي الحبلات السياسية التي تشن ضدها من قبل جهات عديدة تعمل على تحريف الوقائع والحقائق وتشويه صورة تركيا في المحافل الدولية وعزلها إقليميا مشكلة تركيا ستكون حتما مع اللاعبين الإقليميين والدوليين بعد انطلاق العملية حسن جمال الكاتب المعارض يتحدث عن تدهور في العلاقة بين سلطان القصر دون أن يسميه وبين رئاسة الأركان التركية حول العملية وتوقيتها وتفاصيلها ومخاطرها ونأردغان والجيش باتا وجها لوجه اليوم أنقراء تريدها عملية تتم بالتنسيق مع حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه لكن العقبة هي أمريكية لأن واشنطن لها حساباتها التي هي مختلفة كما يبدو أما حسابات أنقراء التي تضعها أمام عيونها رد فعل الشارع الكردي في تركيا حيال تحرك من هذا النوع موقف الرأي العام التركي الذي خرج لتوهي من انتخابات تحمل أكثر من رسالة لحزب العدارة والتنمية طبيعة العملية ومداها ومدتها عسكريا وسياسيا استعداد المعارضة السورية المعتدلة لتكون قوى أساسية في حسم الموقف العسكري لصالحها بعد انتهاء المهمة التي تضعها تركيا لنفسها هناك سيناريو يتم تداوله وهو أن تكون العملية العسكرية عبارة عن خطة لإقامة المنطقة الآمنة العازلة بهدف تأمين القطعة الجغرافية الآمنة للجيش السوري الحر وللاقتلاف الوطني السوري المعارض وكذلك حماية الداخل التركي من تهديدات المنظمات المتشددة وفي مقدمتها تنظيم داعش بعد عملية أبعادها عن المنطقة وتشمل الخطة منطقة جرابلوس وجوارها بعمق يصل إلى خمسة وثلاثين كيلو متر وطول مئة وعشر كيلو متر على أقل تقدير طرح عسكري آخر يناقش أيضا وهو يستبعد الدخول البري التركي إلى أراضي سوريا واستخدام قدراته العسكرية في السيطرة على هذه البقعة الجغرافية باستخدام المدفعية الثقيلة وقدرات الجيش الجوية وترك الجيش السوري الحر يتحرك عسكريا في إعلان الشريط الآمن اليوم يجتمع مجلس الأمن القومي ليقرر ما سينفذ على الأرض السورية لحماية السورية من التفكك والشرذمة ومنع التهديدات التي قد تلحق بتركيا من داخل الأرض السورية فكيف ومع ومن ستفعل تركيا ذلك؟ صحيفة دل صباحة التركية نشرت مقالة لإبراهيم كاليم بعنوان الحرب السورية واستخدام الدعش حيث يأتي هجوم تنظيم الدولة على كوباني بعد أسبوعين من القتال في تل أبيض حيث طردت مجموعات المعارضة السورية وقوات حزب الاتحاد الديمقراطي التنظيم من المدينة بدعم جوي من التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحيث أن الهجوم الانتحاري في كوباني لم يمثل محاولة شاملة لاستعادة المدينة فإنه يمكن أن يكون استباق أي تحرك محتمل للمجموعات المعارضة المعارضة للتنظيم باتجاه رقة الاستخدام الرئيسي لتنظيم الدولة في الحرب السورية هو إضعاف وشل معارضة الأسد وتبرير ألعاب القوة في الشرق كانت كل هجمات التنظيم من حلب إلى عفرين وتل أبيض وكوباني تستهدف مجموعات المعارضة التركومانية والعربية والكردية وتؤكد تقارير استخباراتي عن الصفقات القاذرة بين داعش ونظام الأسد كيف يوفر النظام الغطاء الجوية لها ويشتري النفط منها ويستخدمها لخدمة أغراضه العسكرية والدعائية أصبح الداعش الأدات الأنسب في الحرب السورية الكل يستخدمها لتبرير سياسته في سوريا والشرق تشير روسيا إلى داعش لتبرير دعمها لنظام الأسد وترسل إيران وحزب الله المقاتلين الأجانب باستخدام نفس الضريعة ويمارس الأسد القتل العشوائي باسم مكافحة الإرهاب كما يستخدم الآخرون داعش كغطاء لدعم بعض الأطراف والمجموعات على الأرض وبالنظر إلى استخداماتها الفعالة فإن نظام الأسد لا يريد إضعاف داعش أو تدميرها اتخذت تركيا منذ انضلاع القتال في كوباني العام الماضي موقفا إلى جانب 200 ألف من سكان المدينة ونظمت ممرا لقوات البشمرق العراقية والجيش السوري الحر لدفاع عن المدينة ضد تنظيم الدولة أدى ذلك إلى طرد إرهابي تنظيم من كوباني وعند انضلاع القتال في تل أبيض فتحت تركيا حدودها مرة أخرى لحوالي 23 ألف سوري معظم هؤلاء لازالوا بضيافة تركيا وبدلا من شكر تركيا على هذه الجهود أطلقت بعض المجموعات بما فيها الفروع السياسية وسائل الإعلام التابعة لحزب العمال الكردستاني حملة تشويه الاتهام تركيا بمساعدة تنظيم الدولة ضد الأكراد هذا كذب صريح ودعاية قذرة يعيد هؤلاء نفس القصة دون دليل إن من يهاجم تركيا بوقاحة لم ينبسوا ببنت شفة عن تلك الدول التي ينضم مواطنوها إلى داعش بالمئات وفقا لتصريحاتها الرسمية كما لم يقل أحدهم شيئا عن اللامبالات الواضحة من الدول الغنية تجاه مساعدة اللاجئين السوريين في تركيا والأردن والعراق وأماكن أخرى يتساءل المرء أين يذهب الإنصاف موقع كلنا شركاء نشر مقالا لماهر شرف الدين بعنوان المعارضة والثورة أو الكسيح والعداء حيث يرى كاتب المقال بأنه لم تعرف ثورة من الثورات هذا البون الشاسع بين الثوار والقادة السياسيين وإذا قال قائل إنه دائما ما يكون هناك انتهازيون ومتسلقون في كل ثورة سيكون جوابنا بأن هذه المسافة الكبيرة الفاصلة بين الجهتين لا يمكن ردمها بأي مثال من الماضي فقد بلغ هذا البون حدود الفحش والجريمة الثوار يموتون من الجوه والمعارضون يموتون من التخمة أهل الداخل يتقاسمون القهر وأهل الخارج يتقاسمون المال والمناصب اللاجئون يقضون من البرد في مخيماتهم والبطانيات التي وصلت باسمهم باعها بعض المعارضين للفنادق المحلية هذه معارضة تستحق سوقها إلى المحاكمات لا إلى المؤتمرات والحقيقة أن عداء الثورة السورية استغلوا هذه المعضلة فخلطوا عن عمد بين المعارضة والثورة مسبغين كل مساوئ مؤسسات المعارضة على الثورة جاعلين منها تجمعا لللصوص والانتهازيين ومثل هذا الخلط حين يستعمله إعلام يتبع غرفة عمليات مركزية يصبح ذا مردود كبيرا على أرض الواقع لقد كان لعجز الثورة عن إنتاج قياداتها المعبرة والقادرة والنظيفة ثمن باهظ وكان لغياب الكفاءات عن مراكز القيادة في الثورة أثر واضح في تأخير حصم المعركة انتصارات الثورة عسكريا لم تترجم سياسيا بما يخدم السوريين بل ترجمت على شكل مبادرات مزيفة لحلفاء النظام افتقدت مؤسسات المعارضة حس المبادرة مما جعل جمهور الثورة يتوه على أرض الواقع أكثر فأكثر إن الفراغ السياسي الذي خلفه الأداء الكارثي للمعارضة تم ملؤه بتدخلات الدول ونتيجة لذلك تركت الثورة رهينة لدى الممولين الذين ظنوا الثورة استثمارا فافتتحوا دكاكينهم فيها كما أن تقديم المعارضة أسوأ نموذج للمؤسسات حيث غياب المحاسب وحضور النهب وصراعات المكاسب والتشرذم السياسي شجع قطاعات لا بأس بها داخل الثورة على التساهل في مساء الخطيرة تتعلق بالنزاهة وبولاء البندقية في المحاصلة يمكننا القول إن المعارضة السورية لم تكتفي بفشلها في عكس جوهر الثورة في مؤسساتها بل إنها ساهمت أيضا في تشويه هذا الجوهر مع كل أسف لقد كنا في نهاية الأمر أمام كسيح جاء ليمثل دور العداء بهذا المقال مشاهدين نكون وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة